بحضور عدد كبير من الشخصيات البارزة والوزراء ومتحدثين من مختلف القطاعات أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أعمال منتدى مكة الاقتصادي 2019 في نسخته الثانية على مدى أربعة أيام وسيشكل هذا المنتدى من خلال نخبة من المتحدثين وحلقات النقاش وأفكار الخبراء منبراً لتبادل التجارب والحلول نحو رؤية المملكة 2030 وخدمة أهل مكة المكرمة من خلال الفرص المستحدثة فعلوا العلم والاجتهاد وعززوا استناعة والاقتصاد لبناء البلاد وسعادة العباد العلم بدون عمل هدر والكلام بدون فعل هدر والفوز لمن جد وصبر عزيمتنا سعودية وحكمتنا عربية وتركز جلسات المنتدى على أهم الفرص الاقتصادية والاستشارية للمنطقة وأهمية تحقيق التنمية وتطوير أداء القطاعات ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص هذا وقد شهد حفل الافتتاح توقيع أربع اتفاقيات وشراكات مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ مشاريع تنموية في العاصمة المقدسة بما يخدم مكة المكرمة ومكانتها الإسلامية العالمية كما تم اختيار شخصية منتدى مكة المكرمة لهذا العام وهو الشيخ عبد الرحمن فقيه واحدا من الشخصيات التي ساهمت في خدمة مكة المكرمة ومشاريعها التنموية والاقتصادية تركي الأحمر مكة المكرمة